من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتيال شيرين أبو عقلة وخلال مراسم تأبين رسمية لأبو عقلة في رام الله أضاف عباس أنه يرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية مؤكدا أنه سيدهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن جريمة الاغتيال بسم الله الرحمن الرحيم نودع اليوم شيرين أبو عقلة شهيدة فلسطين شهيدة القدس شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة ورمزا للمرأة الفلسطينية والإعلامية المناضرة شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها شهيدة الحفر